احنا هنعتمد دي مؤقتة يعني او دي اللي احنا هنشتغل منها. الزبط? اه ما احنا هنشتغل منها دلوقتي يعني انا هبدأ معاكم اللوقتي فيها انا بتكلم فيه ان انا لسه هراجع على الدكتور. والله هيبعت شيتس جديدة. او اوب ديتي دي يعني هيغير مسائل مساء معانا في الشيتس اللي جاي انا بتكلم ان انا هحل منها شيت تون نهاردة. والله الدكتور بقى نزل شيتس جديدة يبقى انت تنسى دي. وتبتلي تشتغل شيتس كريم من الجديد. فاهمين? فاهمين يا قصو دي? يعني هتلاقوا البي دي اف ده فيه شيتس كتير. اللي جاي. فما اقدرش اقول دلوقتي ان انا متأكد ما في المية ان الشيتس دي كلها صح. او مش صح يعني هي دي اللي الدكتور عايزة. فاهمين? تماما. تماما بشمانس تماما. طيب. بشمانس معلش بشمانس عن سوائل بس. نعم نعم. هو انا ممكن انا حضر في المعايد ده ومش معادي عشان انا المعايد الاصلي مش ماسب معايا يعني. ما فيش مشكلة والدنيا لطيفة. انا الموعيد اللي بدي فيها يوم التلاتة الساعة نشر ونصف. يوم الاربعة الساعة اتنين ونصف. والنهاردة ساعة نشر. للأسف لظروف كده خارجي عن اراتي كان النهاردة ساعة نشر ونصف. وحتى بلغت زميلة. تمام? فدي الموعيد يعني اسبوع واسبوع. طيب دي الموعيد الانلاين. فيه احيانا هنحتاج ننزل اوفلاين عشان نعمل كويز. فالموعيد الافلاين في الموعيد الرسمي بتاعتك في الجدول. وفي الاماكن الرسمية. يبقى الانلاين حاجة والافلاين حاجة. تمام? طيب. يا شباب. اه. 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 عشان مش في مش فيعشة. فعشان كده بعدت لينك. اه. احكمت. لحد ما اللي رسمية اللي كليها عملها اللي ضيفة فيها الطلبة اللي فابلت قادل المبدأ دي تي يلي. شكرا بشان. تمام نعافية. طيب آآ 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 سينبقى نفتح نوت. بشاند؟ نعم. ممكن نسجل? آآ حاضر. طيب يا شباب نشتغل بقى. احنا عندنا اللي قدامكم ده. فانا آآ آآ لسه وصلوا لكم دلوقتي فانا هتدي يعني ممكن ما عنديش مشكلة ان احنا نناقشوا المرة الجاية. انا مش هحل حاجة في شيت وان. شيت وان ده اغلب وبسيط. فمطلوب منكم تبصوا فيه وتحلوا. لو عندكم مشكلة نناقشها المرة الجاية مع شيت ثري. احنا النهارده هنبتلي نحل شيت ثو. طيب. تعالوا كده نمسك انا هحل معاكم مسألة واحد ومسألة اتنين. تمام? وهيبقى مطلوب منكم زي ما انا قلت لكده ان شيت المفروض بقى المرات الجاية تبقوا انتم جايين حلين وعندوكوا اسئلة. او نحل سوا. تمام? يا دي يا دي. طيب. آآ نبص كده مع بعض على على مسألة واحد في شيت ثو. مسألة واحد في شيت ثو بتقول شركة هتدخل منتج جديد في السوق. هيجيب المنتج يعبيه ويبيعه. وبعد كده سيبقى الموزعين بناء على توزيع جغرافي معين. طيب. كل الكلام ده ما يفريقش معي. آآ ماركت ريسورش has been done and based on these studies. the expected sales volume and required sales force have been determined. باردو كل الكلام ده ما يفريقش معي. the steps necessary to introduce the new product are indicated in the table below. هو من هنا تبتلي المسألة. بيقول لي انه في الاخر هو حول الكلام ده كله لشوية steps. شوية tasks. شوية activities. كل activities بتعتمد على التانية. طيب تعالوا ندوص على الجدول كده. الجدول على الشمال. مكتوف في activity symbol. يعني اميدي لكل عملية هعملها رقم احرف عشان امثلها. عندي activity من ايه لحد امن? وجنبها description. activity ايه دي تمثل ايه? يعني مثلا. عراج دلوقتي مطلوب منك تخرج من القوضة. اول حاجة هتقوم من على الكرسي. وتتحرك هنا حيات الباب. بكات افتح الباب. بكات اخرج. فدي كل دي ومعتمد على بعض كمان. يعني ما ينفعش اقول لك افتح الباب وانت قاعد. لازم تكون قمت ورحت. ما ينفعش يقول لك اخرج من القوضة وانت لسه قاعد. فبالتالي بيجي بعدها بعد ال description حاجة اسمها predecessor. predecessor دي يعني هي معتمد على ايه? زي انتو عندكو كده في الكرسيات بتاعتكو. لما باجي اقول لك انت ايه ماس وان predecessor لماث تو. يبقى انت لازم تكون خلصت وانجحت فيه. عشان اقدر اسجل لك ماث تو. نفس الفكرة ونفس الكنسل. تمام? فpdc معناها حاجة معتمد على حاجة. مهم? تعالوا نبصت بقى على الجدول. الجدول بيقول لي. انا عندي اكتيفتي. ايه? اكتيفتي ايه? بيقول لي. وحاطتلي جنبها نقط. نقط دي معناها ان انا اقدر يبدأها حالا. انزل عين. فيبقى انا عندي اكتيفتي ايه? بالمنظر ده. انا هيحل المسائل اكتيفتي اون نود. تمام? طيب. يبقى ايه كده? مش معتمد على حاجة. بعد كده. قال لي. بي عين سيلزمان. السيلزمانجر يعايل سيلزمانجر. يبقى دي معتمد على ان السيلزمانجر يبقى جه. وعشان كده كاتب الجنبها ايه? يبقى اهاخرغ منها ببي. كده قال لي. بي مرر ان السيلزمان تستيق وضع تستيق. مرر ان السيلزمان يبقى لازم السيلزمان يفوق. كده كده بستيق يصير بي. باش ماندس الصوت بيقط عواطي. سامعيني كده? تمام كده. تمام. طيب. بعد كده قال لي. دي. سيلزمانجر هيسيلكت ادفيرتايزنج ايجنسي. هيختار شركة دعاية. فدي معتمد ان انا اكون جبت سيلزمانجر بس لازم يكون بي و سي جد. فهو حتى كاتب ان دي خارجة من ايه? بعد كده قال لي. اي. معتمد على دي. خلاص بقى بعد كده الديسكريبشن هيبقى ديتيلد قوي وفي تفاصيل كتير. اي معتمد على دي. يبقى خرج كده. النوت واضحة قدامكو صح? فيش مشكلة في النوت. البورد يعني. واضحة. تمام. بعد كده قال لي. اف معتمد على اي. يبقى خرج من اي اف. بعد كده قال لي سي. معتمد على اللاش اي. يبقى هروح احطها في نفس ليفل اي? دي مش سي دي جي. معلش شفتها غلط. بعد كده قال لي اتش معتمد على جي. بقى خرج اتش من جي. بعد كده قال لي اي معتمد على اتش و جي. طب ايه جي دي عم؟ اروح بسط صحتها لقى ان في جي مش معتمد على اي حاجة في الدنيا. يبقى اتش و جي هيخرجولي. قوي. بعد كده قال لي. كي معتمد على ايه? رحمة الله لي كي كده من النور. قال لي معتمد على ايه بس? فكده قال لي ال معتمد على ال سي والكي. بعد كده قال لي. الام معتمد على اي والال. سوري دي الام. طيب. ايه ده يا باش مهندس ده احنا عندنا نهيتين حرين. وارد دي يحصل. طيب تعالوا نشرحها في ذلك. لو قرينا لو جينا نقرأ اف. اف الدعاية نزلت قدامك في التلفزيون وشفتها. اما بقى بتتكلم على ايه? اما بتتكلم على ده انا كده مسكت المنتج وديته للدستربيوتر. فدول سكتين باريلا. يعني ان انا اكون عملت على حملة الدعاية دي نهايتها ال اف ان تكون حملة الدعاية انت شفتها على التلفزيون. ونهاية ان المنتج بقى يوصل للعميل هي دي ام. فدي مش معتمد على دي. وما دي ممكن تخلص قبل دي. ده هي لازم تخلص قبل دي. بس مش معتمد عليها. يعني انت تقدر تبيع من قبل ما عملت الكمبيين وهكذا. هي هتعلي بس المبيعات. فده يعني لو حد عايز يسأل انه ازاي عندي اتنين لنفس المشروع. هو مش نهائي. انا بقى لما تاخده في المشروع او لما تاخده في المسائل بعد كده. الطايم. الطايم. ساعتها هتبتلي تشوف مين اللي هيوصل في الاخر. يعني سواء ده او ده. وتقول هو ده الاند بتاع. تمام? طيب. حد عنده سؤال في المسألة دي? طيب خلينا نخش في المسألة اللي بعدها. معقدة اكتر شوية ورخمة شوية عنها. نعم نعم. عشان دخلتي متأخر بس هل احنا بدانا من شيط صح? ده انا من شيط وان مطلوب منكم تحلوه. احنا كده كده اصلا خلينا نعيد تاني. انت تيجي حالا وعندك اسألة. او هنبتدي بقى البيك ناس دون من انكم هتكونوا حالين. هبيك ناس وتروح عامل وتبتدي تحل. وهبتدي النقش. يعني هيبقى مور انتر اكتف عن اللي اعمله دلوقتي ده. يعني النهارده بالذات عشان اول فهو انا اللي بشرح وانتو سامعيني. وهاجي في الاخر طبعا لو في حد حالة او في حد عنده سؤال هنتكلم. انما بعد كده هتبقى انتر اكتف. انتو اللي هتبقى عندكم اسئلة او هطلع يعني هتبقى الناس هتقول لي شو انت انا حليت يلا نناش. تمام? طيب مسألة اتنين? نفس الفكرة بس المرة دي بقى مش كاتب لي ولا كاتب تفاصيل كتير. هو بيقول لي ارسم لي بتاع البروجيكت اللي جيدة. وميديني الجزء ورعاته. وميديني وميديني معناها برضو بتاعها. يعني ولا حاجة. اكتيفتي بي وهكزا. تعالوا نبتدي ارسمها كده. اي مش مؤتمد على اي حاجة. طيب بما اننا بقى خبرة بقى. ابص بصة كده سريعة. الاقي ما فيش اي حاجة. اقدر بدأها الوقت. ما فيش ولا تسك جنبها نقط. فيبقى ايه هي الوحيدة اللي هتدي به. طيب. بي معتمد على ايه? اخرب كده. بقى كده قال لي. سي كمان معتمد على ايه? بقى كده قال لي دي معتمد على ايه. طب ايه فين اتش ده? انزل تحت بعيني يلاقي اتش معتمد على ايه. سوري. دي. اتش. بقى كده قال لي دي و اتش مؤتمد ايه مؤتمد على دي و اتش. يبقى هقول كده. ايه. بعد كده قال لي. بعد الاي عندي اف مؤتمد على الدي. بقى اعمل كده اف. بعد كده قال لي جي مؤتمد على الاف. بعد كده قال لي اتش مؤتمد على البي دي كتبناها ايه مؤتمد على الاتش. بعد كده قال لي جي مؤتمد على السي. بعد كده قال لي. الكي مؤتمد على دي والاي والجي. طيب. لما ييجي يقول لي حاجة متمد على حاجتين وورا بعض تبقى هي متمد على الاخيرة على طول. يعني لما يقول لي دي و اي. هو متمد على الاتنين يبقى متمد على ال اي. وهو متمد على ال جي. تمام? يبقى هقول دي و اي و جي اللي هي الكي. بعد كده قال لي دي و اي و جي. اه دي اف مش اي المفروض. اه سوري صح. يبقى هسحب السهم ده من من ال اي. ولما يقول لي دي و اي و جي. يبقى برضو خارجة من ال اي والجي. يعني ال مكتوبة عندك في الجدول متمد على ال دي وال اي وال جي. تمام? فخرجت ال ال من ال جي على طول. خرجت ال ال من ال جي وال اي. لان دي و اي في صف واحد. طيب. لما يقول لي بقى ام متمد على ال دي. وال اي وال جي وال ال. يبقى خارجة من ال ال. تمام? ادي كده ال ام. وبعد كده قال لي. انا معتمد على ال بي وال اتش. يبقى عندي ان هنا كده. بي و اتش يبقى خارجة من ال اتش ضاير. بما ان ال اتش متمد على ال بي. طيب. او متمد على ال ان. قلنا كده انه غير ده. مش مهمة بس هيني ال ام مش خارجة من ال اي وال ال. لا لا ثواني. ان متمد على ال بي وال اتش. لا نصد ال ام اللي هي قبلها. هو ال دي و اي و جي و ال. فال دي وال اي صف واحد. ال ام تقصد بقى ال ام مش ال ام. صح كده? اه. متمد على ال دي وال اي وال جي وال ال ال. ال ال لم كل اللي قبله ده. تاني. ال ال متمد على ال اي وال جي. ال اي وال جي وال دي. صح كده? لازم ال اي وال جي وال دي كنوا خلص. اتفق معي. بالراحة. تمام. اهو. هو بيقول لي متمد على ال دي وال اي وال جي وال ال ال. هل انا اقدر اقول ال 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 ينفع يخلص قبل اي واحد في دول? ده لازم ال اي يكون خلص. لازم يكون ال-E وال-D وال-G. يعني لازم يكون ال-E وال-G خلصوا عشان أخرج ال-L. فطالما في واحد فيهم معتمد على كل التاني يبقى بيجب عنه. يعني هو لميلي كل اللي فات ده. في ال-L. وصلت. طيب. كمل. طيب. وصلنا لحد ان احنا عايزين نخرج من ال-N-O. من ال-N-O. وبعد كده. ال-P معتمد على ال-F وال-G وال-L. F. يا خبر. ها دي بقى مست الورقة بصراحة. طيب. انا مش عايز اخولكم. انا هاسحبها من وراء كده. علش يا شباب. الورقة طبعا تحت ايدك هتبقى اسهل من كده. ال-F وال-G وال-L. وانا لقد هرقتش من ال-L على طول ما ال-L ما تمدع ال-F. صح. سوري. يبقى ال-F مش 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 معايا. بس ال-G اجباري. صح خلاص. ماشي. بقى طالعا نعملها تحت. بقى اخرج من ال-G. نقولنا F و-G و-L. صح كده? اه يبقى يبقى من ال-G. بقى كده عندي ال-Q خارجة من ال-N وال-O. يبقى خارجة من ال-O. بعد كده بقى تعالى للمعجنة اللي تحت دي. R بقى معتمد على ايه? R معتمد على ال-D وال-E. فطالما قلت دي و-E يبقى ايه. قلنا نكتبه بقى الوحدة كده ال-R. معتمد على ال-E بس. وهلغي ال-D. متفقين معايا? تمام. ال-I وال-I. فين ال-I? ال-I هي. تمام. وال-K. تمام. دول مش معتمدين على بعض يبقى اي. و-K. و-M و-O. و-M و-O. ماشي. دول مش معتمدين على بعض. بعد كده قال لي P و-Q. P و-Q تجب عن ال-O. يبقى تعالوا راجع تاني كده. هل في اي حاجة? معتمد على حاجة تانية? ال-E وال-G. اه لا ال-G اه دي كان جي ولا اي? لا اي. اي 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 سوري. ال-E وال اي. ال-K معتمد على ايه بس مان. ال-K معتمد على ايه? اه. معتمد على ايه? مزبوط. تمام. عشان كده باجي في حجم لغبطة زكية واحدة راجعها. يبقى عندي ال-I. وال-K. وال-M. وال-Q. وال-P. كل دول مستقلين. فهروح ساحب كده. ساحب كده. ساحب كده للأسف. فساحب كده. نعم. ال-M. معتمد على ال-E مزبوط. ما احنا خلاش تلنا ال-E يا ابني. زملكو برضو قال ان ال-K معتمد على ال-E فاحنا عشان كاش تلنا ال-E. يعني ال-E نسماعها في ال-M و-K. عشان كاش تلنا ال-E. تمام? حد مش فاهم اللي احنا عملنا ده. طيب. انا هقرأ معكم مسألة تانية. وهفهمكم مشكلتها ايه. مالهك ايه. اه مش مفروض ان احنا شديد منها سأل. اه تمام. عشان بس الدنيا مكالكعة. يعني مش شايف اوه. بس المهم ان انتو فاهمين. عشان كمان النوت صغيرة فمش اقدر الدنيا تبقى واسعة معي وقدر اسحب براحة. تمام? طيب انا هروح بيكم المسألة. اربعة. بصوا كده معي على مسألة اربعة بقى. انا هقرأها معاكم بس. انا قبل ما اروح لمسألة اربعة هل في حد فكر يفتح الشيء? وحل حاجة? او يعني اه قادر يبقى عنده سؤال? يبقى عنده مشكلة? حسا شايفينه دلوقتي يا بشان. طيب خير. انا كنت تتوقع عن دكتور ممكن يبعته. بس مش مشكلة. طيب. بصوا معي على مسألة اربعة بقى. مسألة اربعة بتقول لك. وفي الاخر بيقول لك او او خليني انا ممكن ارجع احل مسألة. او يعني اشرح لكم او كده سريعا. هو الفرق فيه ان لازم يبقى فيه واحدة واحدة. 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 والاكتيفتي ما بتتحطش على النود نفسه. بتحط على السهم نفسه. يعني بعمل كده ايه? لو لو انا عندي هو ايه بس? يعني المسألة اللي فاتت دي كنت هلاقي سهم واحد خارج من الستارت اللي هو ايه? وكل ما تمد عليه. واروح اعمل ناهي نود. تمام? وبعد كده بتري خرج بقى الاسهم بتاعتي كل سهم عليه بتاعتي. بعد كده في المسائل اللي جاية هتبتري تلاقي انه التاسك نفسها ليها تايم. فبتبتري بقى تحط تايم ده. وبعد ما يبقى ليه تايم هنبتري نحسب بقى مع بعض طب ايه هي اسرع سكة وايه ابطأ سكة? شغل اللي ترس معه عنه في ادارة المشاريع بالزاد بتاعت مدني. يعني هو مشهور قوي في الادارة المشاريع الانشائية. تمام? لانه بيقى فيه كتير. حاجات متوازية وحاجات متوالية وبالتالي فيه حاجات معتمدة على بعض وفيه حاجات مش معتمدة على بعض وفيه حاجات بتبقى متوازية بحاجات الجمع في معينة وهكذا. هنبتري بيقى معقد شوية. طيب بصوا معي بقى على مسألة اربعة. مسألة اربعة رسم لي جدول شابه بالزبط اللي احنا اخدناه قبل كده. بيقول لي ايه? معتمد على ايه ده? طبعا يعني هم البداية. طب تعالوا نبص على كده. هروح هبص على بيقى لاقيها معتمد على اف. وديه معتمد على اف. هروح هبص على اف. الاقي اف ببقى هي اللي بدأ من الصفر. يبقى بدأ يحط لك مسألة ارخم شوية. انه مش ماشي بقى انك تمشي من فوق لتحتك هتلاقي الترتيب منطقي. لأ. انت هتمشي ازاي? هتبتدي تسكن بعينك كده على الجدول تبتدي تشوف ايه اللي بدأ من الصفر. وتبتدي تبتدي منه. يعني هتروح لل اف. وال والال. هما الحاجات اللي ليها صفر. تبتدي تبتديها من الصفر. فساعة هتبتيجي ترسمها. يعني خلونا نمشي نص المسألة كده. هروح انا روح راسم اف. واروح راسم ال. بعد كده اروح راجع بعيني. ايه اللي مهتمد على اف? عندي بي ودي. هم دول الوحيدين المعتمدين على اف بس. بي ودي. مخرج ساهم كده وساهم كده. وبعد كده اروح ماشي بعيني. لقيت ان اصلا بي ودي متجمعين في ايه. وبعد كده. اروح نازل بعيني. اشوف الاي والدي مخرجين. سي. وطبعا بقى الجدول ده جنبك في الامتحان او في الحل بتعمل صح على على اللي انت خلصته. عشان من انك ما تتحولش. الموضوع برضو مورة مور هيبقى تمام? طيب بعد كده. هروح لل اي. ال اي معتمد على ال اي والدي وال ار ملناش دعوة. ممكن ننزل نبص على ال ار دي معتمد عليه على ال ان. خلاص ماشي هتحول زي الوقت. بس اول السي مخلط اكتش من ايه على طول ما الاساسا ال اي معتمد على ال دي. ولا عشان في برضو بيه دخل على النوت بتاعت ايه هم ومش خط واحد. ايه مخلطش بالي من الحتة دي. يبقى السي كده. تمام? بعد كده ابص كده ايه اللي ممكن ارسمه? ايه اللي ممكن يكون معتمد على ال ال على النملة الحتة بتاعة ال دي. عندي ال خارج منها تي وان. وبعد كده عندي. كنا احنا بصينا ان في حاجة معتمدة على. الخارجة من ال. الخارجة من ال بس صح? ماشي. كان عندنا حاجة معتمدة على ال اي والدي والار يبقى خارجة من ال اي والار على طول. اللي هي كانت اي. بعد كده عندنا. كان عندنا حاجة خارجة من ال دي وال اي. اللي هي الك. طالما خارجة من ال دي وال اي ادي ال Jaw. وال لي اي اي. يبقى. خارجة من ال اي على طول. نبقى الك. بعد كده عندنا connect with our و L. بنعمل G خارجة من ال B وال C وال E. ال G بالراحة كده G خارجة من ال B وال C وال E. بقى خارجة من ال C وال E على طول. دي كانت ايه? G. تمام? مش المفروض برضو ان ال M متامدة على ال B. اه صح ما نشيلت ال B تمام. تمام? طيب. و عندنا كان عندنا حاجة خارجة من ال R وال L. اصلا ال L بدأ من الصفر. فطالما R وال L يبقى خارجة من R على طول. دي اللي هي. اه. S. S مزبوط. و عندنا. اتش خارجة من ال G وال K. اتش خارجة من ال G وال K. هو. ازبان ان اصبت ال G مش ال G صح? لا لا جي جي. صح. هو المسألة دي ما فيها ال G اصلا. المسألة دي ما فيها ال G. تمام? اه. عندنا حاجة خارجة من ال N وال R وال T. بيبقى خارجة من ال R وال T. اللي هي ال U. و عندنا ال W خارجة من ال U. ممكن بقى نروح عادين يعني لما تحس ان ما عملتش صحة في الجدول. تروح عادد ال Network اللي قدامك دي و wär عادد الجدول. الجدول عندي واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اتناشا dt14 اربعة عشر خمسة ستة عشر ستة عشر تمانتاشر. احنا هنا في النات وربعة واحد اتنين تارية اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشة تارية عشر اربعة عشر خمسة ستة عشر. يبقى ايه سفوضل اتنين ما جبناهمش. الايه? اه. البي صح كده? وعندنا ايه تاني? في كمان. في حاجة اخر جامل بي والدابليو. ليه? الام. وكده يبقى الجدول ده له اتنين اتش. وام. كل الاكتبات بدقة من الاف والال ونهية في الام. تمام? حد عنده سؤال? انا انا رحت معاكو الاكزومبل مكعبل لك الجدول. تمشي فيه ازاي? تقعد بقى تسكن بعينك وتلم الجيم كده لطيف يعني. هو بعد كده هيبقى ارخم شوية لما يخش فيه الزمن. بس برضو جيم يعني. المادة دي فعلا من المواد اللطيفة اللي ملمسة على ارض الواقع. لو انت تكلمت مع اي حد من الزميلك اللي خريمي او بيشغلين مشاريع عمتا. هتلاقي دي من المواد اللي مشغلة بس. وهو كل اللي درسه في الكلية بنسبة له. مهندس النظري بتاعها فيها نظر كتير? مش عارب دي عشان يعني صريح معاك دي بتعتمد من دكتور لدكتور. انا بصراحة دارست المادة دي مع كده دكتور. دكتور تامر دي اول سنة ادرس او اول تيرم ادرس معاه. فهي بتعتمد الدكتور ممكن بيغير حاجات في المنهج. يبتري يشوف. لا انا عايز النظري ده مختلف. دي حاجة بترجع للدكتور. ومش قادر اقول لك يعني هستوريكال ده تعمل. حد عنده سؤال يا شباب. يكون حاجة عالسهم مش عالنوت. حاضر. تعالوا نرجع لأول مسألة خلص اللي احنا حلناها ونقروا دي. طب ما نحل دي ولا دي مش احنا كنا قلنا هنعملها. نعمل فيها ايه? احنا حلناها. ماشي انا حلل لكم مسألة واحد عشان هي سيمبل شوية فهننتردوز فكرة الارض. تمام? طيب تعالوا نحل مسألة واحد. بس زي ما بقول كده الكلام ده مش هيكرر تاني. انا هاجي الناس حلها هنفتح نشوف المشكلة فين. طيب. تعالوا نمسك مسألة واحد دي. عشان ده كده مش خالص. ده كده احنا عادين بنسمع. فمسألة مسألة واحد تعالوا نعيدها تاني. هبتدي دي كده نود. هخرج ايه? من الستورت دي. وكان عندي جي بما ان احنا بقى حلناها قبل كده. كان عندي جي. وجي. تمام? وجي كده عندي. البي معتمد على الاه. وجي كده عندي. السي معتمد على البي. وجي كده عندي. الدي معتمد على الاه. لقد كده عندي. احنا بقى حلناها قبل كده عندي. ولقد كده عندي. كل ذلك تاني. صحنا بقى حلناها قبل كده عندي. الدي معتمد على الدي. بعد كده عندي الجي مش معتمد على حاجة اللي سمناها وبعد كده عندي الاتش معتمد على الجي بعد كده عندي الاي معتمد على الاتش والجي فانا عندي كده لما يبقى معانا زمن نعم. مش المفروض دي مكتوبة اللي هي واحد واحد ولا اتنين? انا شغال واحد اه. تمام خلاص. تمام? انا هرسن دلوقتي خط ولم الازمينة ممكن نكتشف ان الخط ده غلط. بمعنى لما انا هشد خط كده عشان اخرج. احنا قلنا عندنا الاي معتمد على الاتش والجي. صح? فانا سلمت الخطين لنود واحدة. وده غلط. ليه غلط? لما هاتيكوا تاخدوا زمن. لما هاتيكوا تاخدوا الازمينة بتاعة التصص ممكن تلاقي الجي دي بتقلص بعد الاتش. الرسمة دي بتقول ان الاتش الاتش والجي هيخلصوا في نفس الوقت. فعشان كده الدكتور هتلاقيه في المحاضرة قال لكم بنرسم حاجة اسمها اكتيفتي. اكتيفتي. او اكتيفتي. او. دي. او. باك اخرج الاي. ما عليش تاني 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 تاني. انا اصلا كان عندي هنا اكتيفتي معتمدة على الجي اللي هي. ما في حاجة معتمدة على الجي بس. نا ما كانش في حاجة معتمدة اللي بقى انا مش صحيح. نعمل دامي ارو هنا. عشان اخرج من الجي والاتش. او. ليه بنرسمها دي عشان لو في برق زمن يبان في الارو ده. انما لو انا كنت سلمت الجي تخش على على طول يبقى انا بقول ان الاتش والجي هينتهوا في نفس الزمن ودي حاجة اللي لست مصدامنهم. لما يجي لي ازمنة عشان كده بنريح دماغنا من الاول وحنا بنرسم النتوك بنرسم دامي ارو. دامي ده يعني مالوش زمن وملوش اكتيفتي هو مرسوم عشان يجمع مع مع بعض. تمام? خرجت الاي. طيب. الرقم المحصلي ده ولا? مفيش رقم ده انا بقول لك ان مفيش هنا زمن. ان نمسحه خالص هيبتكتب كده. تمام الخط ده اش كده بس. تمام? طيب. الاي رسمناها. بعد كده قال لي. الكي معتمد على الاي. اوكي. نعم. مش من هنا. كيف تخرج من قدام. اه 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 اه. ما عليش. المشكلة بقى انك تحل اه ارو بعد نود. تمام? الكي هتبقى كده. بعد كده قال لي. الال متمد على الكي فهروح انا عامل كده. روح مخرج ال. بعد كده قال لي الام ومعتمد على الاي والال. فهروح انا. خلاص يبقى هقفل الاف دي كده. وهعمل الاي. وتتبقى لي الام. وبالتالي هنا برضو غصبا عني فيتو انت. ممكن اروح موصل بينهم بضامي. واقول ان دي الانت. ايا كي. تمام? حد مش فاهم ازاي بنرسم اكتيفتي اون ارو. يبقى الاكتيفتي اون ارو بتزيد في حتة الدامي ارو او الدامي اكتيفتي. لما انا ببقى عايز اجمع تو اروز مع بعض. لازم احط بينهم دامي لان انا مش عارف الزمن بتعمين اللي هيخلص قبل التاني. فالدامي ادامي ارو ده بيبين لي بيجي بقى لما هتيجي تشتغل. ادامي ارو ده هيديك حسابات او هيبين لك. في فرق زمن فين. عند انهي واحدة في من اللي سابقة التانية. لانه غالبا النسبة كبيرة هيبقى في واحدة سابقة التانية. تمام? وعشان كده. دايما رسم الاكتيفتي اون اود اسهل من الاكتيفتي اون اود. يعني لما يجي في مسألة ماي مايحدد لكش. يا باب صمعيني? دي لابت صمعين على الراقل. تمام. بقوللكو دايما الاكتيفتي اون اود رسمها يمكن ما بيلغبطش شوية زي الاكتيفتي اون ارو. سيمبل. تبتروح لنود سابقة. تمام? قد عند سؤال كده في الاكتيفتي اون ا ارو او الاكتيفتي اون اود. شماندس هو في الاكتيفتي اون ارو اضامي الاخير اللي عملته ده. مش موجه انا وممكن معملوش عادي. ممكن معملوش. ممكن معملوش. بس زي ما بقولك كده عادة متعودين ان احنا في ان بيبقى عندي بداية واحدة ونهاية واحدة. فبسلم لوحدة فيهم بضمي. عشان اقول ان انا عندي نود واحدة بداية ونود واحدة نهاية. برضو دي شوية هرجعها للدكتور. يعني اللي منكم حاضر المحاضرة. الدكتور بيمشي وراء انهي مدرسة. هل لازم يبقى عنده اند واحدة? ولا مش فارق معاها? فدي اسألوها للدكتور. لانها زي ما بقول لكم كده هي مش مختلفة عن بعض. هي نفس الفكرة. بس بتبقى مدرستين. في حد بيبقى عايز دايما تنتهي. بنود واحدة. وفي حد بيبقى عايز ما عندهش مشكلة ان تبتقي لازم تبتقي بداية واحدة. بس مش مشكلة تنتهي كزا نهاية. تمام? طيب. انا كده شرحت وحليت. غالبا المرة الجاية زي ما احنا متفقين انها كمان اسبوعين. يعني الخميس ده. الخميس الجاي مفيش. الخميس اللي بعده. تمام? الخميس اللي بعده ده. آآ غالبا هبعد برضو للمندوب اللي انا بتوصل معه. هيبقى اوفلاين. ليه اوفلاين? عشان فيه فيه كويز. لسه هلاجع مع الدكتور هاكد معكم. في خلال الاسبوع الجايد هكون مبلغكم. هيكون فيه كويز ولا. والدكتور اصلا هيعمل لكم المحاضرة. الكويز بقى هيبقى امتى? وتفاصيله ايه? ودخل لحد فين? وما الى زي. تمام? خميس بعده اذنك. نعم. هو اول شيء ده المفروض نحيل له ازاي عشان هو الدكتور اصلا انما دخل المحاضرة اللي فاتت كتاول محاضرة. آآ دخل على طول في الكلام ده يعني حتى ادى بس تعريف عن البروجيكت وكده وايه بنعمل يعني ايه فايدة البروجيكت منتو الكلام ده. بعد كده دخل على طول على الكلام ده. تأكد لان انا في زميلك من ساكاشن تاني قالوني ان الدكتور شرح الورك بيك داون ستركتور. طب راجع اصلا هو فاد عدل الانتردوكشن والكلام ده كله ما كلمش باي حاجة دخل عشان كان انا متأخرين. انا لا هو المفروض ان هو شرح الورك بيك داون ستركتور. وانا في زميلك اكدوا معي الحيطة دي. فراجع وخليني اقول لك ببساطة الورك بيك داون ستركتور ده هو ازاي اننا نرسم الجدول اساسي. يعني شوفت احنا احنا خلنا في شيط 2 معنا جدول. فهو الورك بيك داون ستركتور ده كلام يقول لك ازاي تفكر بدماغك عشان ترسم الورك بريك داون ستركتور ده عشان تكتبه. فتخيرك دا معي. بالضبط كده تكتلي ترتب دماغك. انا دلوقتي مثلا عايز في مسألة من المسائل يعني بالمناسبة بيقول لك انت راجل عايز تكتب او تكتب حاجة علمية. فعشان تكتب حاجة علمية اول حاجة هتروح تشتري لابتوب. او بمعنى صح مش هتشتري. انت هتدور عالنت. وتختار لابتوب. بعد كده تشتري لابتوب. تمام? بعد ما تشتري لابتوب هتسطب الورد مثلا. بعد ما تسطب الورد هتبتدي تكتب. وانت بتكتب هتعمل آآ وهكزا. فهو بيديك اجزامبل ازاي تفكر ازاي تعمل ما هو الا انه ازاي تعمل الجدول. اللي احنا اشتغلنا به بقى. الشيت ده. تمام. او ممكن بعد كده مسلا يعني خليني اعمد انا الجدول بعد كده ارشم الكلام ده صح? يعني مسلا ارحل بقى مجمب. او بص موسلي ما بيحصلش لانه شوية. او بيخش فيها شوية جداليات. يعني انا مختلف معاك ان دي بتعتمد على دي وانت مختلف معايا ان دي لا مش معتمد او ممكن تمشي. فساعتها انا هستقبل في في الكوز او في الامتحان اتنين نتورك مختلفين. على اساس بقى انت فكرت ازاي. فعادة الدكات فينا بممشيش ورا الحتة دي. بس وارد جدا ييجي يقول لك رسمي واحدة. ويشوف بقى ادماغك. يعني تبقى مسألة هو متوقع انه هيشوف فيها ادماغة مختلفة. بس طبعا في حاجاتها تبقى منطقية جدا. يا زي يعني فاهم يعني. يعني انا ممكن اقول انه واحد هيجيب الموبايل دلوقتي او هيخرج يجيبي. انها مستحيل يقول لي انا قمت خرجت. انا قمت ومشيت وفتحت الباب وخرجت. ففي حاجات منطقية جدا بتبقى سيكوينس ورا بعض وفي حاجات ممكن نتناقش فيه. فلو الدكتور جاب مسألة بيبقى هو متوقع. ايه الحاجات اللي ناس هتختلف فيها? والحاجات اللي ما ينفعش تختلف فيها. فلو اختلفت فيها تبقى انت غلطاء. تمام? ايه